قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان أقسم لله العظيم أن أحافظ بخلصا على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستورة والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد اللواء هشام عبدالغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستورة والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستورة والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور محمد أيمن عشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحتلم الدستور والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور رضى السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيين السيدة سوها سامير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام كونتوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيين السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكلاني وزيرا لاستقافة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدكتورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيين السيدة الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والرأي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أنعى مشالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيراً لقطاع الأعمال العام أقسم الله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام المتحدث وأن أحترم الدستورة والقانون وأن ألعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد المهندس أحمد سمير صالح وزينا للتجارة والصناعة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد حسن محمد شحاتة وزينا للقوى العاملة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب ورعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد أحمد عيسى طاها وزيرا للسياحة والأثار أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه اشتركوا في القناة